ونروح لنادي الزمالك راجل محترم جميل سامسون أكينولا قلنا لما هيشارك في المباراة يعني بسيطة في كأس مصر وبيشارك كأساسي مع كامل احترام لبروكسي اللي عمل مباراة عظيما بارح جدا قدام نادي الزمالك كنا نتوقع ان سامسون أكينولا هيعمل مباراة يظهر فيها ربما عمل يعني اسوأ دقايق مع نادي الزمالك امس في هذه المباراة عشان كده الزمالك خلاص رمى المنديل يبدو انه مفيش فايدة الزمالك استقر على فسخ التعاقد مع سامسون أكينولا بنهاية الموسم الحالي وان اللاعب ما خلاص ما قدرش يزبط نفسه مع الفريق طول الفترة الماضية حتى الكولومبي وسوريو ابدأ استياءه جدا من مستوى سواء في التدريبات او حتى في الدقيق او في المباراة اللي شارك فيها فسامسون أكينولا الزمالك استقر على فسخ التعاقد مع نهاية الموسم خاصة انه اللاعب حتى هذه اللحظة ما فيش عروض ما فيش نادي بيهتم بضم اللعب طيب كمان في اتجاه قوي جدا داخل نادي الزمالك لعدم التجديد عقد يوسف أسامة نبيه وتركه يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم بسبب تراجع مستوى في الفترة الاخيرة ده بجانب انه يغالي في طلباته الملايب حسب رأي ادارة نادي الزمالك وبالتالي هم سايبين القرار النهائي لأسوريو بس هم مستقررين كإدارة انهما ما يجددوش العقد إلا لو أسوريو ليه رأي آخر كمان أسوريو نفس الكلام المدير الفني لنادي الزمالك أبدأ ملاحظاته بشأن حوالي 12 لاعب في الفريق قال لهم والله الـ 12 لاعب في الفريق دول كلام على قدارة نادي الزمالك لا يصلحوا للبقاء مع الفريق الموسم القادم هو قال لهم بس انه هيمنحهم فرصة أخيرة لحد نهاية الموسم بس هو شايف أنه الـ 12 لاعب دول مش المفروض أصلا يبقوا موجودين في نادي الزمالك وبالتالي هو شايف أنه أما ممكن يرحلوا بسهولة بنهاية الموسم إلا لو أحد من هؤلاء الـ 12 لاعب قدموا مستوى مختلف خلال المباراة القليلة القادمة 12 لاعب تخير الرجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم شايف 12 لاعب ما ينفعوش ما ينفعوش على ألف نادي الزمالك كان دايما أقولك الكلام بالصفة السليمة مش شرط اللعب يكون سايق في المطلق بس هو مش لايق على نادي الزمالك